السلام عليكم كيف كون اليوم راح ترجيكم كيف بنرسم او كيف انا رسامت هايدي الزهور الزنبق بالالوان المئية اول شي هاي ده باترون الرسمي اللي بيحب يعمله داونلود موجود عندي بالانستغرام فيه روح ويعمله داونلود هايك بيصير الرسم اسهل عليه عم بيستعمل الالوان من وينسور اندو نيوتون معي وراء 300 جرام بلشت بالشغل طبعا اول شي بالبتلات كل واحدة على حدة حطيت اللون الزهر الفاتح جدا طبعا الزنبق في منه اللوان كتيرة انا بهايدي الحالة نقات هيدا اللون اول مرحلة عبترجيكم بالتفاصيل كيف هي مددت الماء على مكان البتلي ومن ثم اضفت اللون يعني عندما كانت الورقة بعد مبللة بهيدا الشكل هون سرعت اكتار لانه نفس المبدأ وضحت الفكرة دايما بس نرسم اي نوع من انواع الزهور حاولوا انه يكونوا بيبوزيشنز مختلفين يعني بوضعيات مختلفة يعني مش كل الزهور دائما بتكون عم تنظر النا نحنا شي بيكون عم ينظر الى الخلف الى اتجاهات مختلفة هاو دي البتلات الفاء بالزهور الفاء عم بيتطلعوا الى غير امكاني يعني انا هون لا ارى وسط او center of the flower وسط الوردة ما عم شوفها فقط بالوردة الامامية التحت ما عم نبين عندي انا الوسط قلبها يعني اوكي هاو كله النفس المبدأ طبعا بنص البتلة بيكون بعض البتلات الى هاك متل خط واضح جدا من النصف يعني متل عملها فصل هو هاك من تكوين هذا النوع ميناء الزنبا الان الان عروق الوردات حطيت لون بني اضفت الى اللون الزهري اللي استخدمته للبتلات اللي هو من مشتقاته الاحمر هو احمر واضفت الى كثير من الماء بيعطيني لون زهري بالالوان المائية وحطيت اول لاير الطبقة الاولى لعروق الوردات طبعا هيدا النوع من الزهور يبقى عادة في له عرق رئيسي وطالع منه متفرع منه الزهرات من فوق والورق من فوق ما بيكون في كتير ورق في هاك قليل من الورق انا عملت لون اخضر مع البنة مع القليل من الاحمر وحطيت هاك كم ورقة صغيرة بس هوا يبقوا متفرعين من فوق حد الزهرات بهذا الشكل هلا بلشت بالخطوة التانية للبتلات اللي هي بنا نعمل ضوء وضل وتفاصيل وما الى هنالك رح ادرككم تشوفوا كيف عملتون استخدامت ثلاث انواع من الفرش فرشة مسطحة متل ما شايفينا هون فرشة دائرية وفرشة اللاينر للتفاصيل اكيد متل ما قلت لكم بالفيديوهات السابقة بالالوان المائية الفرش لازم تكون فرش ذات نوعية جيدة والورق لازم يكون 300 جرام فيكن احيانا تستعملوا 200 جرام اذا ما بدكن تحطو كمية كبيرة من الماء دائما حاولوا ان يكون عندنا تناغم بالوان اللوحة يعني على سبيل المثال هايدي البتلة انا حطيت الها بمنطقة الظلفاء قليل جدا من الاخضر وهي الاوراق فيها اخضر هيك بيعطيني تناغم يعني للظلال استخدمت شوي من الاخضر لانه الاخضر موجود عندي باللوحة هايدي هي الفرشة المسطحة طبعا اياس الفرش يعتمد على اياس الرسمي اللي انتو عم ترسمو يعني على المسطح اللي عم ترسمو عليه اذا المكان كبير اكيد انتو بيحاجي لفرشة اكبر واذا المكان اصغر بتصغر اياس الفرشة دائما خلو حدكن ماء يعني ماء نظيفة كل ما لقيتوها تسخد شوي غيروها هايدي الفرشة الدائرية اللي انا استخدمتها هايدي الفرشة الدائرية اللي انا استخدمتها هايدي الواردة بشكل خاص بما انها مفتوحة وانا شايفي قلبها حبت اني فرجكن جميع التفاصيل اللي عملت فيها لانه هي تقريبا عضو رئيسي من اللوحة يعني هون عدت من جديد الى الفرشة المسطحة وزعت اللون حطيت نقطة خفيفة من الاسفر بالداخل الان اخد فرشة اللاينر اللي هي بتعطيني تفاصيل اللاينر هيك بتكون رفيعة جدا الآن جيت لهايدي البتلي اللي طالع على الجنب الوقت الحقيقي يعني الغير مسرع لهذه الرسمة هو ساعتين ونصف اخدت معي ساعتين ونصف من الوقت هلأ جيت لهذه البتلي الرئيسي اللي اكتر شي يعني فيها تفاصيل لانه الرحيق هاودي اللي بيكونوا طالعين من وسط الزهرة موجودين فيها تقريبا يعني هاودي هنه هاودي بس تكونوا عم ترسموهن حاولوا انكم ما تعملوهن متوازيين او نفس الطول او متجهين بنفس الاتجاه يعني دائما نحاولوا انه يكون فيهن حركية بجميع الاتجاهات طبعا من دون من بالغ يعني نعمل قدر الامكان قريب الى الواقع في حال عم نرسم رسموا واقعي مثل انا هون هون اضفت الون الاصفر مع البنة مع القليل من الاحمر كمان من تحت طبعا غمقت ليعطيني انتباع انه مترحمة كل البتلات مجتمعين تحت يعني مترحمة هن بيخلقوا اكيد المنطقة فيها ظل ارجعت اخدت القليل من البنفسجي اضفته للظل ببعض الاماكن كمان من البتلات وكما في الوسط اذا بتلاحظوا انا دخلت عدة الوان يعني درجات الاحمر اللي هو الزهر يعني دخلت اللون البنفسجي دخلت اللون الاخضر لكن من دون ان تفقد لونها الاساسي الرسمي طبعولي انا اللي هو اللون الزهري عم برجع بحط هيك بعض النقاط هيدي التفاصيل كمان بتكون بهذا النوع من الزنبق هيك بكون خلصت الوردة الرئيسية اللي تحت مفتحة هلأ بنتقل لفوق اللي هن الزهرات عم بينظروا بغير اتجاه وفي منهن مش كتير مفتح في منهن مفتح شوي في منهن مفتح اكتر في منهن عم بينظر الى الخلف كمان بنشتغل بكل بتلي على حدة بحاول من منطقة اسفل ان اعملها اغمق ومن فوق افتح عساس انه الضو جاي من فوق وتفصيل هيدا الخط اللي جاي بواسط البتلي بخليكم بارز يعني مثل هيدا البنص كلهم هاوضي نفس المبدأ كمان نفس الالوان استخدمت للكل طبيعي لانه هو عرق الزهر الرئيسي يعني طالع من نبتي واحدة يعني من الطبيعي انه يكونوا كلهم نفس اللون لكن دائما منحاول نحط درجات الالوان يعني مش copy paste منلعب قليل بدرجات الالوان هيدا اللي هلا عم بشتغل هيدا زهرة زنبق لكن بعدها مسكري بعدها مش مفتحة غمقتها ببعض الاماكن اكتر شوية لانه كان بدي ابرزها اكتر هو هيدا النوع او بعض الانواع يعني بعض الالوان بس يكون بعده مسكر يبقى لونه اغمق بس يفتح ويتعرض للشمس بيبهت لونه في منه بالعكس بس يسكر بيكون لونه فاتح بس يفتح بس يفتح اللون الاوي الان رجعت لعروق الزهرات اضفت اللون الاحمر مزجته معها البنفسجي فقط يعني نفس الالوان اللي استخدمتها بالزهرات لكن بدرجة اغمق كمية المايل اضفتها لالها كانت اقال كله النفس المبدأ الخلفية حبت اني يحط للون اخضر فاتح والورق هيك بس ضرب صغيري من البنفسجي موسيقى